هنروح لأخبارنا هنفيد بكورة اليد كورة اليد الحمد لله مشى كويس بدأ الفريق يرجع بكورة اليد الرجال بدأ المصابين يرجعوا استعادنا عافياتنا بشكل كبير الأسبوع اللي فات فوزنا في مباريتين فوزنا على سبورتينج واسموحة الأسبوع اللي فات عندنا بكرة بقى الجولة الجديدة مع مين؟ مع هليوبلس بمدينة الشرق مطش مهم مطش صعب وهنلاعب بعد كده ان شاء الله بعد بكرة عندنا الشمس يعني عندنا مباريتين جنبين الفرقة مستعدية كابتن طريق محروس الحقيقة طب مننا على الفرقة المصابين رجعوا بشكل كبير الفرقة استعادت عافياتنا احنا حسمنا كده التأهل الدور التاني طيب مين الفرقة اللي حسمت القصة الفرقة اللي حسمت القصة وطلعين الدور التاني سبورتينج الزمال اللي اكتلاعي الجيش سموحة وطبعا في المقدمة النادي الأهل فيه صراع على المركز السادس مين بقى مين ومين؟ هليوبلس والبنك الأهلي وعشان كده انا بقول لكم مطش هليوبلس بكرة مطش صعب هليوبلس بتنافس هي والبنك الأهلي عشان يطلعوا سادس فمباراة الأهلي بالنسبة له هليوبلس بكرة مباراة يعني لا تقبل القسمة اللي لازم يكسبوا على الاقل يتعدل بالحسابات المباراة ما تفرقش مع النادي الأهلي بس لا النادي الأهلي بيلعب على المكسب هتبقى مباراة صعبة لان طبعا خارج ملعبنا هليوبلس ما قلت لحضراتكم عايز يكسب ان شاء الله الفوز النادي الأهلي احنا ما ملناش دعوة بأي حسابات النادي الأهلي بيروح يكسب زما تعودنا النادي الأهلي بيلعب على المكسب سواء ليه فايدة أو ليه يعني ملوش فايدة في المباراة لنا أهمية ملناش أهمية النادي الأهلي بيلعب دايق أو ملناش أي أمل في أي حاجة النادي الأهلي بيلعب على المكسب فمبارات بكرة مباراة مهمة أنا تمنى التوفيق لكابتن طريق محروس واللعبين بالكامل إن شاء الله